أهلا أحبانا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور وصلي إلى الله من كل قلب أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة حديثنا اليوم يعني العنوان اللي حطيته خدمات المسيح الخمسة طبعا المقصود أنه مش بس أن المسيح على الأرض كان بيقوم بخمس نوعيات من الخدمة خدمة المسيح من الأزل إلى الأبد قبل تأسيس العالم يقول عنه الكتاب المقدس الذي بروح أزلي قدم نفسه ومكتوب في رسالة بطرس أيضا افتدانا بدم كريم قبل تأسيس العالم ولكن أظهرت في الأزمنة الأخيرة نشوف أنه عمل المسيح في العهد القديم وأيضا منشوف بعد القيامة ظهر للتلاميذ وبعد صعوده إلى السماء يستمر عمل المسيح كشفيع ويستمر عمل المسيح إلى نهاية الأيام في مجيء ثانية وطبعا الملكوت الجديد وأيضا الديان فإذا عمل المسيح أو خدمة المسيح لا تقتصر فقط على خدمة المسيح في فترة معينة ولكن تركيزنا في هذه الحلقة على خدمات المسيح الخمسة المقصود الذي كان يمارسهم على الأرض وأكيد أن المسيح شخصية متميزة فريدة جدا وأكيد أن أعماله ومعجزاته وتعليمه وحياته أكثر بكثير ما أنه نوصفها بخمس خدمات المسيح ولكن أنا عاوز أتكلم أكثر اليوم عن برنامج المسيح المزدحم كيف كان بيقضي وقته بشكل يومي وأكيد رح يكون مثال رائع لحياتنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى